ونحن أساساً لا نقول أن نكون فرحانين، هناك شيء اسمها غم أو ناكد أو أحباط وحزن، لكن حتة أن نكون فرحانين ليست موجودة في الكموس. هذا كلام ربما يكون قديم، ربما يكون زمان، لكن في وقت الفترة التي نعيشون فيها كلها، بكل التحديات فيها، كلها عنوانها الرئيسي غم، ناكد، حزن، لكن حتة الفرح ليست موجودة. خالص، أريد أن أقول حقيقة، أن كل شخص فينا يدور كيف يكون فرحان، أي خروجة، أي فزحة، أعمل لكي أريد أن يدخل لي دخل لي، لكي أكون فرحان، أكون متمتع بحياتي، هذه حقيقة، فقط نضعها في ذهننا، عندما تفكر مع نفسك، أعمل كل مواقف ما أعمله لكي أفرح، لكي أفرح، لا يوجد أحد يريد أن يعيش تعيس، لا يوجد أحد يريد أن يعيش نفسه بنفسه، إلا لو يسلك بعد ندوك. في آية موجودة في أمثال ثمانية، آية ثلاثين وآية واحدة ثلاثين، تقول ما هذه الآية؟ ثلاثين دولة، تقول كده كنت عنده صانعا، وكنت كل يوم لذته، فرحة دائمة قدامه، فرحة في مسكونة أرضه، ولذاتي مع بني آدم، هذا ما في قلب الله ناحية خلقته، فرحان بي على طول، الله ليس مكشر في وشي، الله خلقني وهو فرحان، فرحان بي على طول، وهو خلقنا على سرطه، فالصح، الصح، الصح، والحالة الأصلية التي نقول أن نعيش عليها، هي أن نكون في الفرح الذي أريدنا أن نعيش فيه، خلقني لكي أكون فرحان، وهو خلقني على سرطه، سرطه، في القداسة، وفي الطهارة، وفي الخلود، وفي الحكمة، وفي القوة، وفي الاختراعات، وفي الإبتكار، في كل الأمور كلها، وأيضاً خلقني على سرطه أن أكون فرحان، فلو أنا لا أريد فرحان، هذا شيء محتاج أدوّج، أفرح، وخصوصاً، وأننا كل واحد فينا ما أريد فرح، كلم معاكم ما هي طبيعة الفرح التي الله أريد لنا؟ من فضلك أقول له رب تكلم، أريد أن توصل لي كلام واضح وصريح، أكمل بحياة التي جاء في فرحها، وعيش صح، وعيش صح، وأنت لا أريد أن أعيش صح، وأنت أريد أن أعيش صح، فأحنا نحتاج أن ندور على الحق الذي نعيش به، في الآية التي قرناها، يوحنا عشرين، آية عشرين، يقول ما؟ يقول لما قال هذا، أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذا رأوا الرب، في يوحنا 16 آية 22 قبل هذا السححات، يقول كده، أنتم كذلك عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزأ أحد فرحكم منكم، النقطة الأولى في طبيعة الفرح، قال الله عايز الدهاني، أن هذا الفرح هو نتيجة لحضور الله، نتيجة لأنني أرى الله في المشهد، فرح التلاميذ إذا رأوا الرب، عندكم الآن حزن، لكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، وهو عندما يقول كلمة، يكون قدها، فإن حضور الله يفرح، لذلك في غلطة خمسة السمارة من الروح الكدس، محبة فرح، فرح هذا نتيجة للاتصاك مع شخص المسيح، نتيجة للإمتلاء بشخصه والإمتلاء بحضوره، فرح ليس هو غياب المعاناة، ولكن هو اختبار الحضور الله في المشهد، النقطة الثانية، في نفس الآية يحنى 16، آية 22 قارتها، يقول إيه، لكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم، لا يوجد أي وجود لأي قوة، ولا لأي شخص، ولا لأي موقف يقدر ينزع الفرح اللي الله يزرعه جواه، لا ألم ولا وجع ولا ديئة، تقدر تقف قدام الفرحة والفرح اللي الله عايز يسكبه فينا، ويفرحنا بيه، فرح المسيح وفرح حضوره يدوم لغاية آخر نفس في عمري، أكون الجسدي مريض، تعبان، وعندي سنين هذه عددها، لكن أنا فرحان بإيه؟ بالرب، لا ينزع أحد فرحكم منكم، الظروف ليس أفضل حاجة، لكن هو فرحه، فرحه، ووجوده في فرح مختلف، 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 مش فرح وقتي،